إذن من أكثر المواضيع اللي ماخدي مكان كبير بشارع الأردني وموضوع موظفين وخطع العام يعني مرة ممنوع الإجازة بدون راتب ومرة ممنوع العمل بوظيفة أخرى الفكرة كلها في زيادة الدخل هذا الهاجز يا جماعة اللي شغلنا شغل العالم كله في عالم متسارع ومتغير كل يوم صحيح لزان يعني اليوم بدنا نتكلم عن موضوع بهم الصغير والكبير كل حدا عنده انترنت وجهاز ممكن يستفيد منه التجارة الإلكترونية يعني زيادة الدخل عمل إضافي شغلة سهلة تتعلمها وتمارسها لكن في كتير أسئلة بتدور حول هذا الموضوع وكل شي في بالنا رح نسألوا الخبير التجارة الإلكترونية سيد إيهاب أبو دية صباح الخير صباح الورد أهلاً 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 فيكم صباح الورد نورتنا يعني شغلة كتير مهمة وموضوع جداً مهم كنا هلا عم تحكي منحكي تحت الهواء إنه عداش إحنا إننا نشتري أغراضنا يعني على الإنترنت أغلبنا وكل أمورنا صارت يعني بكبسة تحلها مئة من مئة بس بالبداية سؤال المليون كيف ممكن الواحد يقدر يزيد دخله الآن زيادة الدخل سواءً أولاين أو أوفلاين يعني سواءً بحياة الأولاين أو العادية تعتمد أوشع مهارات البني آدم حلو يعني خلينا نحكي شخص عنده شغل ثابت يريد دخل إضافي شو عندك مهارات ممكن هلأ تستغلها حالياً حلو لأن شخص يعمل دخل إضافي والشغل الثانية الناس شوي حاجة يعني دائماً الشخص عندما يريد أن يبيع شيء أو أقدم شيء يريد أن يحل المشكلة عند الناس هذه كاسة مية تعال أبيع كياها لأشرب فيها بي لازم دائماً أنا شوف عندي مهارات هذه المهارات بوظفها لكي أحل المشكلة عند الناس هذا أساس الدخل الإضافي هذا الأساس أو أجاوب حاجة ممكن بالضبط طيب للناس المبتدئين والحبين يدخلوا بالتجارة الإلكترونية خلينا نحكي كيف بلشو يعني مثلاً يجيبوا بضاعة يعرضوها على صبحات ومنصات وخلص انتهى الموضوع لا مش بالطريقة هاي هلأ الفكرة أنا دام أشبه التجارة الإلكترونية زي الرياضة نعم التجارة الإلكترونية مفهومة العام أجيب بضاعة وأبيح أقول ماي نعم هاي مفهومة العام الرياضة بشكل عام رياضة باستيق كرة قدم كرة سلة باسكت في أكثر من نوع الرياضة نفس الشي تجارة الإلكترونية في عن تجارة على موقع إيبه في تجارة على مواقع التواصل الاجتماعي في تجارة على أمازون تسويق بالعمولة فكل تجارة إلها راسمالها إلها وقتها خلال اليوم إلها البروسيس تبعتها أول إشي اللي بني أدن بدي يحدد أدي أنا معاي راسمال هذا أول إشي ولازم يتدربها ويتعلمها ما في حدا بلعب كرة قدم أو باسكت أو تينيس اللي لازم يتدرب يا بيأخدها بيمارسها لحاله وبتعلمها لحاله وبخطأ لحاله أو بدي أخد دورة أو يتعلمها من خلال الإنترنت من خلال كورسات يوتيوب وتفر فإما يتدربها لحاله أو بدي تعلمها واحد من التنتين حلو طب الإنسان العادي اللي بده يصير عنده دخل إضافي اللي حابب يعرف شو حاجة سوء كيف بقدر يعرف حاجة سوء هاي الأيام يعني هالشغلة هو مثلا تيجي بطريقه مثلا أغلبية الناس بتلجأ يمكن للملابس وهي الأشياء الإنسان العادي اللي ما معرف ولكن كيف بقدر يعرف أكثر هلأ صار في زمانا بشبه الشغلة زمانا كانوا يعملوا إعلانات كانوا يجيبوا ولد يعطوه مستلاف ورقة يوبتها في المسجد ويوزحها صح نسميها سبري أند بري صح روش قول يا رب تيجيني بيعها صح هذا الحكي بالإنترنت مش موجود طبع أنا بقدر أحد بالضبط كم شخص عم بدور على كلمة مثلا جميد بالأردن كم حدا عم بدور على كلمة معينة بألمانيا حل فهلأ عالم الإنترنت عالم الديتا وليقاي صار يعطيني بالضبط كم كلمة الناس عم بيبحث عن منتج معينة لسنينج تولز هذول بيسنينج تولز هذول بيسنينج تولز هي عبارة عن كي ويردز يعني أنا بقدر ديتا مايننج بقدر أسحب ديتا بيانات نعم وأعرف من خلالها حجم الطلب أو البحث عن هذا المنتج حلو بحث كبير مع أنتوا فيه طلب عليها ممكن أفوت بهذا المنتج طيب إذا بنا نوضح الصورة أكتر أشخاص اللي عم بيسمعونا خلينا نحكي كيف ممكن تكون خطوات لأبدأ تجارة على مواقع التواصل الاجتماع التجارة الإلكترونية من وين أبلش عشان أضمن خلينا نحكي نسبة نجاح معينة نسبة نجاح زي ما قلت لك أول إشي يبلش أنا نفرض أن عندي منتج نعم نفرض أن عندي دبيع دام بحكيها الناس كفوسيفي سائل ماذا ما معبي فوسيفي سائل وبحث عليها عالميا كتير كبير مزبوط اتأكدت أن هذا البحث ممتاز بدي أبني صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنستغرام على فيسبوك وتيفر وين نحكي هاي نحكي إنستغرام أكتر نسبة شراء موجودة بالإنستغرام وممكن التكتوب بنيتها بدي أبنيها صفحة أو هوية بصرية لصفحتي نعم لوجو صورة مرتبة بيكون مرتب ولازم أعمل إعلانات لازم أعمل إعلانات جو الإنستغرام عندما تشبه الناس زي كأنه جبلين الناس على جبلين ومنتجك بالوادي الناس ما رح تتطلع هيك الناس تتطلع مستوى نظرة هيك بدك توصل إلى الهيات بدك توصل إلى دعم الإعلانات هاي أعرف منتجي عليه طلب أبني صفحة فعلا فيها ثقة وطبعا فيه صليب وفيه أسس للصفحة يكون فيها فيدباك يكون فيها تعطي ثقة للبني آدم بي يفوت يشتهم عندي وأعمل إعلانات هل بقدر الواحد يبيع شو ما بده أونلاين سواء أغراض مستعملة مثلا نشوف مرات بالنسبة بيع أغراض مستعملة من المنزل أثاف مستعمل أغراض لأطفال مثلا كيف يوصروا ويبيعوهم هل مسموح بكل هذه الأمور ولا فيه قوانين بتمنعوا بتسمح؟ خلين نحكي فيه عدة بلاتفورم زي ما قلت لك مثلا فيه أمازون فيه إي بي فيه عدة مواقع نريد أعمل موقع خاص لألي يبادر أبيع البدية نعم إلى حد ما إي بي بقدر أبيع عليه أي شيء مستعمل حتى من الأردن نستطيع أن نبيع على إي بي أنا نبيعها بسهولة أنا ابني عمره 11 سنة باع دفتر بيكون فيه بطاقات كأس العالم باعه بـ 55 دولار عن جد عم بتحكي؟ أهلا عن جد عم بتحكي؟ عندي ثلاثة أربع منهم عندي كأس العالم وخاري بوتر وما بعرف مين أنا دائما بحكي للناس إذا أنت تطلع ببيتك ممكن تطلع منه ألف دينار كركيب والناس بتشتري إي بي هو موقع مختص أكتر إشي للمنتجات المستعملة وفي قصة معروفة بس أتذكر شو اسمها لندة إشي زيك بريطاني عملت 25 مليون دولار من الأواعي المستعملة بلشت ببيتها كبر الموضوع ستأخذ من الناس الحواليها عملت ستجيب أواعي مستعملة وتسيريك بيهم كيف الواحد بقدر يبلش على إي بي بالأردن؟ إي بي بكل بساطة بدي يكون في عندك فقط حساب البنك حساب بنك إيميل وجواز صفر بتعمل موقع حساب على إي بي تفلش ترفع منتجاتك على إي بي وبتقدر تبيع شو ما كان المنتج حتى لو المنتج يمتغالي ما في خطوات أو لفلز؟ شو ما كان؟ خلص مملل، شو رأيي؟ شو ما كان؟ ده بكرة بلأ قلبيت فاضل شو ما كان؟ لا في فرش ولا في غرف هلا من روح ننبش أنا ما عارفت نزيل تجار فجأة ممكن في بعض الأمور شوي على قيود مثلا شرات الأكل نعم أكيد لنتحدث مع مواد متفجرة أو أسلحة هذه الأمور طبعلا أصلا البريد لا يرضى ما يرضى يشعر أطب أمازون؟ أمازون شوي موضوع أكبر شوي تحتاج راس المال لأن أمازون أعم أشتري منتجات من الصين ألف ألفين دولار ألف وخمسمية حسب المنتج كنت أشتري وبشان هذه اللي بضاعة من الصين إلى أمريكا وأنا قاعد بي بيتي حلو وأنا قابلتي لا بقلق لا بالضريبة ولا بالجمرك ولا بأشي أنا بكي الضرائب العالمية مضبوط باشحة من الصين لأمريكا طبعا نفس اشي فيه أسس أعرف شو المنتج يعيد طلب الشعب الأمريكي عشوه بدور بسير أستهدف الناس اللي بدوروا على المنتج معين وفيه أسس كيف أعمل الصور كيف أعمل اللوغو كيف أبني الصفحة تبعتي وبعمل إعلانات داخل أمازون وين بتروح بس الأغراض اللي عم نشحنها بأمريكا بتروح للمستودعات أمريكا من غير ما أقول أنا ما في حاجة لوجودة هنا هذا يسموها فلفيلمينك باي أمازون إنه أمازون بيعمل عنك الشحن جوه أمريكا وتخزين المنتجات بمستودعات وباش حنال اللي بشتري عادي من غير ما نقلق بأي شيء لوجيستيكس يجيزون يعمل باي على أمازون أمازون بروح لستور بطول بضاع تبعتك بوديها للعميل حلو طب كيف تي أعرف مثلا أهم المنتجات اللي ممكن عن جد تنباع بسهولة بأي بلد شوفي ببساطة دام بحكي للناس أسهل الأشي مع أنه عليه منافسة عالية الأدوات المنزلية نعم نحن عارفين أي أشي يخص النساء شفت أي شي يخص النساء أي شي يخص النساء على طلب يعني نساء أو المطابق هو بصراحة بصراحة رزانو بصراحة أكتر قئتين عالميا هي الأدوات المنزلية والكوزماتيكس موضة التجميل مصبوط مصبوط أدوات المنزلية ما عليها يعني ما عليها عالي قيود بقدر أي واحد يفوت فيها الكوزماتيكس والسبليمنتس يعني أنا هلأ عم بشتغل فيهم حجيب من غانا أسئل أصدر حلوتهم أنه فيها بيع منيح كوزتها قليل بس قيود وشارة تغذية ودواء يعني فيها أصص حكينا عن إيبي وحكينا عن أمازون أنت فضل أعرف على الأشياء الصينية زي علي بابا زي هلأ عم نسمعه تيمو مثلا تيمو وفي هكذا واحد الناس عم بشتروا منهم إيش هذول وضعهم هذول عبارة عن مواقع خلينا نحكي علي بابا هو أكبر موقع عالميا بالتجارة الإلكترونية بي تو بي يعني من شركات لشركات ببيع بالجملة مش بالحبة اااا انا لا أستطيع المقتب حم … بل مكتوب علي اكسبرس هو جزء من علي بابا فرع من علي بابا بس يبيع بالحبة حبة و حبتين اللي هو علي Attack علي اكسبرس ما بتعمل أنا ستجرب من علي اكسبريس وكأن يجرب حبة Lunar US ثtit يتم تغيرها هذا غير عن علي بابا اه وهو جزء من علي بابا لكن يبيع بالحبة والحبتين و الحبتين وصفى علي بابا بالجملة بي تو سي يعني кон LCD وحد بي تو بي تيمو هو عبارة عن موقع صيني حالياً آخر دراسة عملتها عليه ممنوع أي بني أدام بي عليه إلا يكون صيني وعنده معنومات صينية يعني تلفون صيني وعنوان صيني حولت أبي عليه ومختص بالمصانع نفس الشيء تيمو لأسف شوية كواليته ليس تيمو زي شيئم؟ شيئم أقوى منه يعتبر شوية تكواليت يعتبر أقوى أنا بحثت أكتر فيه أغراض بيئة واسسوارات تيمو يحاول توميك يقلد أمازون بطريقة السيربيس والريتيرن إلى حد ما بس يعني لحد الآن يتربع على العرش يعني بغض النظر عن الأمور اللي عم بتصيلها هي أمازون يعني نمبر وان عالمين أصلاً بالاقتصاد نمبر وان بعدين توقع بتجلس له فنمبر وان يعتبر أمازون يعني ما طب سيد إيهاب الناس اللي مهتمة بهذا الموضوع اللي حاب تعمل دخل إضافي أو الحاب تدخل وتتخصص بهذا الموضوع وين بقدروا يتعلموا هذا الحكي وين في منصة عربية ممكن ندربهم هاي الأمور أوكي هلأ شوفي عشان أرجع عيد شغلي لازم أكدام عليها في طريقتين للتعلم طريقتين رئيسيات إنه أنا أفوت أجرب لحالي وأخبص لحالي جميع نحكي بالعامي أغلط وأتعلم وأغلط وأتعلم من هاي الطريقة الأفضل بس المكلفة والأبطاقة ممكن تأخذ معك سنة سنتين أنا تعلمت لحالي بس تحمل التكليف علي الطريقة الثانية أجي عند إيهاب عنده مثلا كورس أو دورة تعالها بعلمني بشهر بعلمك الطريقة الأسرع والمكلفة أقل بس ما بأقول لك أنه أفضل من طريقة الأولى بكل صراحة حلو بس تطلع فاهموا كل شيء كمعان بتجربة تجربة جيدة بهاد المجال بالضبط نحن الحمد لله يعني أطلقنا منصة عربية هي الأولى تعتبر وطن عربي والشهر الجاي سيكون في افتتاح لإلان إن شاء الله يعني إش كهير كيف هي فكرتها؟ مش بس نعلم الناس كيف نرفع محارات الناس حتى يعمل دخم الإنترنت بشكل عمولة أمازون إي بي كلاود كتشن في كتير صبايا طبعاً بيحبوا الطبخ وهلأ شفنا موضوع كلاود كتشن ما في داعتي بطاح مطعام صح كتشن في بيتك إنه مطبخ السحابي تطبخي تشتركي مع شركة دي بي بي بصير هو يوصل صح فالحمد لله هاي المنصة الحمد لله يقارب عشرة تلاف شخص آه الحمد لله رب العالمين ماشاء الله مهم برافا عليك حمد لله كثير مرات بالفتنة وظنبا شوف كثير الناس طريقة الإعلان والدعاية للمنتج كثير بتلفت الناس وتجلي الناس يدخل على صفحة نفسها وممكن تشجعهم إنهم يشتروا المنتج إيش أهم وأفضل الطرق اللي ممكن تجذب من خلالها الناس لحتى يشتروا المنتج بكلمة واحدة بكلمة تضرب على الوتر تضرب على الوتر مثلا كيف يعني مثلا أنا في عندي منتج أعطيك مثلا مثال مثلا أنا بني آدم أحب أضب أوعية بإيدي نفسي ألاقي منتج أحط فيه لبلوز اللي حالي يطلع ليها ورتب ليها فلما تحلي مشكلة عند البني آدم من خلال المنتج دوغ لي بني آدم بشتريه فدائما واحدة يجب أن يبين البين تبع البني آدم عشان شجع يشتري المنتج إذا لقيت سيد إيهاب منتج ينشر الغسيل لحاله دوغ لناي على البلد مطويبا دين ويكوين بله خبرونا عنه هذا الضروري جيبوا لي في دائما أي منتج أي شيء سواء الـ product أو service لازم يحل المشكلة عند البني آدم صح صح ببساطة في شغلة يعني منواجهها كمان إحنا كتير ويمكن إحنا نشككين بشكل عام يعني بتلاقي في إعلانات موجودة مثلا في فترة عم بشوف إعلان على شغلة تجميلية معينة الشركة بتكون بحياتك مش سمع عنها وبتصير تخاف من الصيني وهذا حكي يعني كيف بدك تتأكد إنه الإشي المعلن عنه هو منتج كويس كيف بدك نتأكد مليان إعلانات تطلع لك حالات النصب صارت كثير كبيرة من طريقة مجنونة حتى هلأ عم بنتح له اسم البريد الأردني والبريد المصري والعربي والإماراتي بيطلعوا إعلانات اليوم عمنا فيديو بالشراكة مع عدة شركات بالوطن العربي لأنه حالات النصب كثير كبيرة ببساطة بروح على جوجل ببساطة جوجل في مواقع كثير بتعطيكي إذا فعل هذا المنتج فيه ترست أو لا إذا هذا الوبسايت فيه ترست أو لا ببساطة أو عد شات جي بي تي أسرع إشي سؤال يطلع لك تفاصيله ممكن لأنه الناس عم تنغر كثير وعالم السوشال ميديا للأسف سواء بالتجار الإلكترونيب والدورات السارة وهم الناس بالربح السريع نعم هذا الحكي يخوف هذا الخلاب صح مظبوط سيد يهاب نحن بدنا نحكي لك أشياء منتشرة تحكي لنا هل هي حقيقة أو أخرة عن التجارة الإلكترونية تجارة الإلكترونية بده رأس مال كبير لا ممكن تفعلش بمئة دولار إي بي هللا حكينا إي بي مواد مستعملة ممتلك مستعملة أمازون ياس بده ٢٠٠٣٣ نعم بده رأس مال أكبر حسب البزنس تفوت فيه حسب المنصة نعم طيب الربح في التجارة الإلكترونية سريع جدا نعم ماشي سريع لا توجي ربح سريع إلا توقيع جر الدهب تلاقي بالجنينة عندك مثلا هنا طيب هناك من يقول لك تجارة الإلكترونية وهم يعني ما أخذ حجم أكبر من حجمها طيب سأجاوبك عليها بطريقة ثانية بداية السنة أدكها حجم التجارة الإلكترونية عالمياً ٦٠٣ تريليون متوقع بنهاية العام توصل ٧٠ تريليون هل هذا هو أهم؟ نعم أنا لا أريد أن أتحدث أرقام تحكي أرقام تتحدث الأرقام تتحدث عنها من يأخذ هذه سبعة تريليون؟ صح طيب طيب صحيح مزبوط كلامك طيب من السهل تهكير متجرك والاستيلاء على منتجاتك وحتى أموالك لا 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 مش سهل لا لا تتعاملي مثلا منصات عالمية زي أمازون و إي بي و شو بي فاي هذا الحكي لا يوجد منه طيب يجب أن يكون إليك مكان فعلي لحتى تدخون بتجارة الإلكترونية أنا هنا بشتغل من ٢٠٠٩ وما هديش مكان يعني ما يجب أن نشتغل إحنا عادين هنا كبير نعم أم لا؟ لا لا تتبليش بواحد خلص يعني أمورنا تمام وما غيروا ليه أمورنا تمام وما غيروا ليه سهلة إن شاء الله إذا ناوي تأخذها بيزنس كبير وصير فيها عندك أكثر من ستور هذا الموضوع مختلف مختلف أما براسك وممكن تطلعي آلاف بالشهر تشتغلي صح ومش ربح سريع ومواضح بس براسك نعم نظبوط سيد إيهابنا نتشكر وجودك معنا عن جد معلومات مهمة جدا يمكن كتير أشخاص يتابعونا اليوم يستفيدوا منها لأنه في كتير إقبال وكم هائل على التجارة الإلكترونية شكرا كتير أنه كنت معنا اليوم شكرا زيدي ها بيعطيك ألف عافية نور شكرا